ما الذي من الممكن أن يحدث لك لو لم تقوم بتنظيف يدك على الإطلاق؟ النظافة أمر ضروري للغاية لدى أي شخص يعيش على هذا الكوكب فلو لم تهتم بنظافة يدك وبنظافة جسدك الشخصية ستتعرض للإصابة بالكثير من الأمراض لذا يجب عليك أن تهتم بنظافة يديك وجسدك ولكن ماذا لو لم تنظف يدك طوال حياتك؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم في هذا الفيديو هل أنت مستعد للتعرف على الإجابة؟ هيا بنا نبدأ في الحقيقة لن يتوقف الأمر على أن تكون يدك حاملة للكثير من الجراثيم فقط بل أن هذا سينعكس على صحتك حيث أنه بمجرد أن تتناول أي شيء ستنتقل هذه الجراثيم على يديك إلى فمك مما يعني أنك ستكون عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض ومن الأفضل أن تقوم بتنظيف يدك جيدا بالماء والصابون قبل أن تتناول الطعام حتى تكون ضامنا بنسبة كبيرة أن يدك صالحة لتناول الطعام ولن يؤدي بك ذلك إلى الإصابة بالأمراض يمكنك أن تصاب بالكثير من الأمراض حينما تقوم بلمس أي سطح ملوث أو حينما تلمس يدك يد شخص ما مصاب بالأمراض ولو قام أحدهم بالسعال في يديك ومن ثم قام بتحيتك بيديه فهذا سيعرض يدك للتلوث حيث أن الجراثيم ستنتقل منه إليك ومن ثم ستصاب بالمرض فلا داعي لأن تعرض حياتك وصحتك للخطر فمن الممكن أن تتعرض للإصابة بمرض التفويد أو بعض العدوات الفيروسية حيث أن الجرام الواحد من البراز يحتوي على تريليون جرثومة مما يعني أنك لو لم تحرص على تنظيف يديك بعد الخروج من الحمام ستكون يديك حاملة للكثير من الجراثيم التي من المؤكد ستصيبك أنت ومن معك بالكثير من الأمراض لهذا أوسط منظمة الصحة العالمية كل شخص أن يقوم بتنظيف يديه تحت مياه الحوض لمدة لا تقل عن عشرون ثانية باستخدام الصابون حيث أن هذا يعمل على قتل هذه الجراثيم الضارة لذا احرص دوما على نظافة يديك قبل الأكل وبعده ولو لم تفعل هذا الشيء ستتعرض للإصابة بأمراض خطيرة وفيروسات قاتلة تضر بصحتك وصحة من معك للهلاك لذا لا تتناول أي وجبة قبل أن تقوم بغسل يديك بالماء والصابون قبل أو بعد الانتهاء من الطعام ما هو الثقب الدودي؟ الثقب الدودي هي في الحقيقة ممرات دودية تخيولية موجودة داخل الثقوب السوداء لكنها حتى الآن أسيرة النظرية الرياضية فهي لم ترصد بأي طريقة وذلك لصعوبة الكشف عما يحوجه الثقب الأسود ويعتبر السفار داخل الثقوب السوداء واحدة من الأشياء الغامضة للغاية حتى يومنا هذا بالرغم من تقدم التكنولوجيا والعلوم وبتعريف بسيط يقال أن هذا السقوط يعتبر ممرا مختصرا للانتقال من نقطة معينة إلى نقطة أخرى هذا السفر يتجاوز حدود الزمان والمكان مما يعني أنه قوة خارقة للغاية يقال أن السفر خلال الثقوب السوداء في الفضاء أمر مستحيل للغاية لأن هذا الثقب قادر على تدمير أي شيء يقترب منه فعلى سبيل المثال لا يتمكن الضوء من الهرب من شدة جاذبية هذا الثقب بالرغم من أن الضوء يعتبر أسرع شيء في العالم هذا يعني أنه أمر مستحيل للغاية أن يتمكن أي إنسان من السفر من خلال هذا الثقب فهذا يعتبر انتحارا لأنه في الحقيقة سيتعرض للتحطم على الفور هل هناك أي سؤال آخر ترغب في معرفة إجابته؟ هل كنت تعلم إجابة أي من هذه الأسئلة؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد ولا تنسى مشاركة الفيديو مع باقي الأصدقاء نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة